شيء آخر المسيح علم عن استجابة الصلاة كل ما طلبتم باسمي ليتمجد الآب بالابن فأنت لما بتطلب من الآب باسم الابن الله بيتمجد والابن بيتمجد يظهر الآب الله الذي يشرق في الخلاص والنور أن نفس هذه الطبيعة هي موجودة في شخص يسوع المسيح ثم يسوع هو من فوق لم يتورث الطبيعة الخطاءة مثل أبينا آدم فالمسيح هو الكامل جاء من عند الآب لم يتلطخ بالخطية ولم ينخسه الشيطان مثل سائر البشر ثم أحباء ابن الله تعبير عن المحب الأزلية بين الآب وبين الابن الآب يحب الابن وقد دفع عليه كل شيء في محبة من قبل تأسيس العالم قبل خلق الملائكة قبل خلق الإنسان قبل الله مش ناقص الصفات وبتكمل عند الخلق لا هذه طبيعة الله منذ وجود الله طبيعة الله المحبة موجودة في ذات الله ثم المسيح أحباء شيء آخر بعبر بيوصف المقام الإلهي أنه إكرام الآب أو إكرام الإبن هو مثل إكرام الآب وكما قال أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به اللي بيكرم الإبن بيكرم الآب فحطها بنفس المقام عنده نفس المقام الإلهي فهذا مهم جدا أحبائي أنا عم بتكلم بسرعة وباختصار لأنه عاوز أوصل حقيقة اللي بيرفض هذه الحقيقة اسمع ما يقول الكتاب من هو الكذاب إلا الذي يرفض أن يسوع هو ابن الله بيرفض وهذا الروح بسمي الكتاب روح ضد المسيح لأنه جاء ابن الله كما يقول البشير يحنى لينقض أعمال إبليس طب إبليس كيف بيشتغل بيخلي الناس تؤمن أنه المسيح مش ابن الله ما تصلبش على الصليب لأنه هون في خلاص وفي فداء كامل من خلال هذا الإيمان فجاء المسيح لينقض أعمال إبليس وهذا الشيء المهم أحبائي في الإيمان المسيحي المسيحي موسيقى 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 اشتركوا في القناة